عبدالله مشكلة من بداية البرنامج وحتى هذه اللحظة الجمهور كان مطلع عليها والمتسابقين ممكن صرحوا فيها في النقد من عدمه سابقين برعوني اللهم استعان مشكلة الكهرباء مشكلة الكهرب مشكلة نقص المايكات بسبب عدد المتسابقين السؤال إذا كان في مشكلة في الكهرب وإذا كان في مشكلة في المايكات ليش بدين البرنامج بدري والله أنا أؤمن بقاعدة يعني خلني أشبه لك الموضوع بتاجرين اثنين واحد منهم قال خلني أبدأ في مشروعي وسأخطئ وسرأ راح يتعرض لمشاكل زين لكن مشاكل هذه شهر شهرين هذا الشهور لأن عندي نقلة نوعية وعندي مشروع ضخم راح أضخ عليه مبلغ وقدره فهذا بدأ مبكرا وأخطى وتعلم وأخطى وتعلم لما جاء الشهر الثالث والثاني خوية الثاني التاجر الثاني ما بدأ لها بعد عام بعد سنة بدأ في الأول من وجهة نظري وصل إلى إيجابيات وأرباح وعوائد يعني استفاد من أخطاء حتى أنه وصل إلى فائدة كبيرة والثاني اللي قال بأجل حتى أتقن عملي بدأ بعد سنة في الأول تعداه فأنا الآن أشوف أنه إحنا بدأنا رغم عندنا نقلة نوعية يعني ما أخفيك الإصلاحات النقلة النوعية اللي موجودة في القناة من كاميرات من مايكات من إضاءة وإلى الآن لازمنا نطلب إضاءة يعني موضوع الكهرباء حين المشكلة عندنا في المكان والموقع وهذا الكلام لازم أقول للناس لأنني دائما عيدة وأنا الآن أكرر لأنه أنا أمرض قبل ما يمرضون الشباب ويتأذون من موضوع الحر خسنا بالله يعني لم يعجبني أبدا لأنه جزء مني يعني أخواني وعزائي وغاليين ولا أرضى عليهم والله الحر يعني لما يجيني واحد من الشباب يقول ولا أحد منهم صراحة خلب لها واخلب الكواليس جاني وقالي صراحة فلاحوا من ناحية أخذوهم مزح وطيق تقلم عن النقط معطينهم على جوهم أنا أعرف فحتى وين فضفضوا طبيعي حتى يسرعوا من عجلة الإصلاح واحد من الشباب قل بارح فاتم عيان جالس معي أخير بالكواليس يقول ناصر يا أخوي تضبطونا الكهرباء ترى ارتفع الضغوطنا ترى يا أخوي هو ما قدر يستحمل ساعة فما بالك بالرجال يستحمل ما شاء الله 24 ساعة فقلت يا باهت أوكي الآن أنت جالس تقول لي ما يدري حجم العمل اللي نحن جالس نعمله مع شركة الكهرباء رفعنا رقم طلب وتمم الأمر ثم أرسله المقاول والمقاول يقول إن شاء الله عندي ترتيب وصيرة مع ناس ثانين بنجيكم يوم بعد الآخر حنا ننتظرها اليوم بعد الآخر ما تهيجي ما انتظرناهم ايش سوينا جبنا مولد آخر اللي هو مكينة ونزلناها وفرحناها قبل الأمس بأنها جت ووصلنا الأسلاك واشتغلت الكشافات وشغلت بعض المخيفات وعدت الأمور تباجأنا اليوم مع شدة الحرارة الظهور انقطع على بث أكثر من مرة صراحة تحية إجلال وتقدير للزملاء في المطبخ مفلح المشعالي وكذلك عبدالجميري وعبدالله الزمير اليوم متسابقين معهم في المطبخ أعطونا تحية لهم الشباب لأنكم تصبرون وهم يصبرون في الحر وقاطعة الكهرباء وعبدالله عبدالعز الأسلم اللي يقدم اليوم فالآن طلبنا مكينة ثاني مولد ثاني تخيل اليوم طلبنا مولد ثاني بكرة بيجي حتى شركة الكهرباء مشكورة يعني يجي دورنا يرفعون الإمبيرات وتزين الأمر بتقول لي ليش الموضوع هذا ما حصل في السنوات الماضية الموضوع ما حصل لنا وحصل للأمانة ولكن كان بدرجات أقل نوع أي حنا ليش لأن حنا جينا 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 ب نقلة نوعية وضخينا إضاءات زيادة ضخينا كاميرات زيادة ضخينا مايكات زيادة ضخينا طاقم بشري ترى المكان أول ما كان يسكن فيه لأعشر شخاص ومساعة شخص الآن ترى المكان تقريبا ثلاثة أربعة الطاقة من الفني والإداري ينامون هنا بنينا لهم غرف همت علي بنيت غرف جديدة مما أدى إلى مكيفات تشتغل مما أدى إلى أننا طبعا المكان يبعد عن الرياضي يعني تقريبا ساعة ونص وساعة وثلث تجي من الخرج ساعة ونص صح ولا ساعتين وحولها ساعتين ساعتين شوف كيف الآن الناس صاروا ينامون هنا فصاروا المكيفات منتشرة على رجال القرية في الغرف الجديدة اللي أسسناها لهم نحن جاسين نأسس من جديد دامنا نأسس من جديد نتحمل وأنا أقول للجمهور تحملوا معنا يعني حتى الضغط النفسي اللي عندنا ضيق خطرنا من الحر يجي الشباب لعنا مخوان لنا وحنا كذلك أجهزتنا تحترك بعضها والكياب اللي عندنا تحترك بعضها مما يؤدي إلى دفع دراهم أكثر فحنا مضررين أكثر من ضرركم أنتم اللي جاسين قدام كيبات تتقهون طيب فاصبروا على فاصل دقيقتين حتى يزيل الأمور إن شاء الله خلال الأيام بس المشكلة هذه نضع لها نقطة نهاية السطر ونقف الملفة متهم من الممكن هل تعد الجمهور أنه في يوم من الأيام أسبوع أسبوعين تدري أن الآن معنا كهربائيين ما كان موجود في الخناة أول إلا واحد الآن ضفنا أثنين موجودين ونومناهم في غرفهم الخاصة من أجل بعطال شركة الكهرباء في المولدات يعني نحن مجتهدين حتى الفنيين جبناهم أنا ما نعم بكهربائي بس جبنا الناس الكهربائيين وإن شاء الله المولد التالي بينزل البكرة ونقول يا رب لين شركة الكهرباء مشكورين إن شاء الله في المزاحمية قريب مننا المقاول حقهم كان يسمعني يسمعنا اليومين ذي الله يبيض وجه إن شاء الله الأمور التمع لخير طيب هذا فيما يخص موضوعين تعدهم خير إن شاء الله بيئة الله أقنعكم الجواب يا شباب ألا أقنعكم اسمحونا وإعذرونا ترى والله خطرنا أكثر منكم لكن الأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله بتنتفضون من البرد هنا تقول يا أولا الطفل المكيفات إن شاء الله الله يرفع قدرك يلموني برجاء مرجلتا أبو عبد الله خليني أسلك أبو عبد الله